نيلي كريم تنشغل لمسلسلها الجديد دهب وتعود للعميل سفر بعد عيد الفطر جمال العدل ومتحة العدل مؤلف وهاني خليفة مخرج لمسلسل نيلي كريم الجديد دهب في رمضان المقبل 2021 اهلا بكم في قناة نجوم ومشاير ما تنسوش تضوصي لايك للفيديو سبسكرايب للقناة وتفعلوا بجرس عشان نيصلكم كل فيديوهاتنا اول باول يلا بينا نبقى الفيديو نيلي كريم تنشغل لمسلسلها الجديد دهب وتعود للعميل سفر بعد عيد الفطر تنشغل النجمة نيلي كريم حاليا بتحضيرات مسلسلها الجديد دهب المقرر ان تخوض من خلاله سبق الرمضان المقبل وهو من تأليف دكتور مدحة العدل واخراج هاني خليفة والعمل انتاج مشترك بين سينيرجي والعدل جروم وتعقد حاليا نيلي كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكسفة حاليا للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل الذي تدور احداثه في اطار اجتماع تشويكي حيث تعود نيلي للاعمال الاجتماعية بعد ان قدمت العام الماضي مسلسل بميت وش وبعد اسم دهب مؤقتا لحين تغييره عجب الانتهاء من السيناريو والحوار الذي يكتبه متحة العدل ويعطي التعاون الاول ايضا بين نيلي والمخرج هاني خليفة في الدراما التلفزيونية لاستمع ان نيلي اقدمت العديد من المسلسلات في السنوات الماضية وحققت مجاحا كبيرا مع مخرجين اخرين اشار الى نيلي كريم اتجلت تصوير فيلمها الجديدة العميل سفر مع النجمة اكرم حسني وهو من اخراج محمد سامي حيث يتم استقنافة تصوير عجب عيد الفطر المقبل نظر لانشغال مخرج العمل محمد سامي بتحضرات مسلسل نسل الاغراب بطولة النجمين احمد السقى وامير قرارة كما تنشغل نيلي كريم ايضا بتصوير مسلسلها الجديد دهب ونيلي كريم قدمت العام الماضي مسلسل بميت وش وشارك في بطولة المسلسل كل من اسر ياسين واسلام ابراهيم ومصطفى درويش وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد اخر من الفنانين جمال العدل ومتحة العدل مؤلف وهاني خليفة مخرج لمسلسل نيلي كريم الجديد قال المنتج جمال العدل لليوم السابع ان هاني خليفة وقع بشكل رسمي ليكون مخرجا للمسلسل النجمة نيلي كريم المقرر عرضه في رمضان المقبل مشيرا الى ان متحة العدل كاتبا للعمل لازي تدور احداثه في اطار اجتماع تشويكي واوضح العدل ان الشركة بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة يعقدان جلسات عمل مكسفة حالية للاستقرال على الشكل المبدأ للمسلسل بالاضافة الى التفاصيل الرئيسية للشخصيات بناء على قصة والسيناريو فضلا عن درشيح الاسام المكرر ان تشارك في المسلسل حيث يتسنى للشركة بروم التعاقدات معهم يشار الى ان نيلي كريم حققت نجاحا كبيرا بمسلسل ميت ويش وعرضه في رمضان الماضي وهو من اخراج كاملة جو ذكري وانيلي كريم تصور حاليا فيلمها الجديد العميل سيف مع النجم اكرم حسني ويشارك في بطولة الفيلم ايضا لبلبة ومحمد علاء وعداد كبير جدا من الفناني وهو من تأليف واخراج محمد سامي الذي تم تأجيله بعد عيد الفطر المقبل وبكده احنا خلصنا الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناة واتفعلوا بقرس عشان يصلكم كل الفيديو هيتأول بأول كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير